السلام عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنتطرق لنموذج جديد لفرض المرحلة الرابعة الفرض الثاني في الدورة الثانية مادة اللغة العربية للمستوى الأول إذن نموذج جديد نبدأ على بركة الله رن الجرس خرج التلاميذ والتلميذات إلى الساحة ليستريحوا أحمد يردد نشيد الصباح فاطمة تسق نباتات حديقة المدرسة علي ورفاقه يمثلون مصرحية أمام أصدقائهم أما الأساتذة فيراقبون جميع الأطفال رن الجرس من جديد صاح أحمد هل انتهت فترة الاستراحة بهذه السرعة؟ أعيد رن الجرس خرج التلاميذ والتلميذات إلى الساحة ليستريحوا أحمد يردد نشيد الصباح فاطمة تسقي نباتات حديقة المدرسة علي ورفاقه يمثلون مصرحية أمام أصدقائهم أما الأساتذة فيراقبون جميع الأطفال رن الجرس من جديد صاح أحمد هل انتهت فترة الاستراحة بهذه السرعة؟ إذن نبدأ بالإجابة عن الأسئلة استخرج من النص اسم المكان الذي يستريح فيه الأطفال إذن ما هو المكان الذي يستريح فيه الأطفال؟ إذن رن الجرس خرج التلاميذ والتلميذات إلى الساحة ليستريحوا إذن اسم المكان الذي يستريح فيه الأطفال هو الساحة الساحة اسم ولد إذن اسم ولد لدينا أحمد أحمد اسم بنت اسم بنت فاطمة أو فاطمة إذن المكان الذي يسترح في الأطفال هو الساحة اسم ولد أحمد اسم بنت فاطمة ماذا تفعل فاطمة ماذا تفعل فاطمة لاحظوا معي هنا في النص السطر الثاني من هذا النص فاطمة تسقي نباتات حديقة المدرسة إذن فاطمة تسقي نباتات حديقة المدرسة إذن ماذا تفعل فاطمة تسقي يمكن أن نبدو بالفعل أو نبدو بالإسم تسقي فاطمة نباتات الحديقة تسقي فاطمة نباتات الحديقة ماذا يردد أحمد؟ أحمد يردد نشيد الصباح إذن يردد أحمد نشيد الصباح أكمل الجمل الآتي بما يناسب مما يلي كم؟ أين؟ ما؟ عمرك يا أحمد إذن لدي هنا سؤال إذن ماذا سنستعمل؟ سنستعمل كم؟ أو أين؟ أو ما؟ إذن كم عمرك يا أحمد؟ إذن سنستعمل كم؟ كم عمرك يا أحمد؟ أجمل الربيع بفله ونرجسه أين تضعين أدواتك؟ أين؟ أين؟ أين تضعين أدواتك؟ إذن كم عمرك يا أحمد؟ أحول الجمل الآتي حسب الضمائر هو خرج إلى الساحة أنا خرجت إلى الساحة إلى الساحة إلى الساحة إلى الساحة أنتم خرجتم خرجتم إلى الساحة إلى الساحة أنتم خرجتم إلى الساحة إلى الساحة هنا خرجنا إلى الساحة اهانا أنا خرجت إلى الساحة وأنتم خرجتم إلى الساحة وأنتموا خرجتم إلى الساحة هنا خرجنا إلى الساحة أرتب الكلمات التالية للخصوة على جملة مفيدة اذن عندي كلمات مباترة سنرتبها لنقصّل على جملتين إذن مدرستي نضافتي مدرستي احافظ على إذنania وعليا كم عمل جملة على نظافة مدرسة أحافظ على نظافة مدرسة الدرس بالصور مزينة حجرته حجرته الدرس مزينة بالصور حجرته الدرس جيدا نرطب هذه الكلمات حجرته الدرس الدرس مزينة بالصور إذن السؤال الخامس أملأ الجدولة من النص إذن كلمتين تتضمنان حرف السين إذن لدينا الجرس 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 ولدينا الساحة الساحة إذن الجرس الساحة حرف السين في الجرس في آخر الكلمة الجرس والساحة في وسط الكلمة حرف الساد إذن كلمتين بهما حرف الساد أحمد يردد نشيدة الصباحي إذن الصباحي ولدينا أيضا أصدقائهم بها حرف الساد أصدقائهم إذن الصباحي وأصدقائهم وأصدقائهم إذن كلمتين بهما حرف الجيم إذن حرف الجيم أبحثوا فقط عني الأقلام إذن بهما حرف الجيم خرج لاحظوا معي خرج لدي خرج ولدي سنبهث من دن جميع دن خرج وجميع خرج وكلمة جميع كلمتين بهما حرف الجيم أما بالنسبة لحرف الحاء حرف الحاء لدينا يستريح يستريح وأحمد إذن يستريح وكلمة أحمد كلمتين بهما حرف الحاء يستريح وكلمتين بهما حرف الدال إذن حرف الدال فاطمة تسقي نباتات حديقتي حديقتي ولدينا أيضا المدرسة المدرسة أيضا بها حرف الدال حديقتي والمدرسة والمدرسة أما بالنسبة لحرف الذال كلمتين بهما حرف الذال إذن التلاميذ والتلميذات وردينا أيضا الأساتذات إذن التلاميذ وكلمة الأساتذات تلاميذ الأساتذات إذن حرف السين الجرس الساحة الصاد الصباحي أصدقائهم حرف الجيم خرج جميع حرف الح يستريح أحمد حرف الدال حديقتي المدرسة حرف الدال التلاميذ الأساتذات ننتقل للسؤال السادس أكتب في كل خانة اسماء أحد الرسوم إذن في كل خانة اسماء أحد الرسوم عندي مجموعة الرسومات إذن سنحدد أسماءها ونختار منها 1 2 3 4 أسماء 4 أسماء ثم نكتبها إذن لدي محفظة سلحفات كأس نخلة عصفور بقرة زهرة دراجة إذن سنختار مثلا محفظة بقرة سلحفات سلحفات كأس محفظة 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 لدي محفظة محفظة مدرسة إذن يتعاون التلاميذ في المحافظة على نظفة مدرسة جملة أخرى ينظفون ساحة المدرسة ويجمعون الأوساخ يتعاون التلاميذ في المحافظة على نظافة مدرستهم ينظفون جملة أخرى ينظفون ساحة مدرسة ويجمعون الأوساخ إذن السؤال الثامن والأخير أنقل النص التالي مراعيا مقاسات الحروف مراعيا مقاسات الحروف إذن سنقل النص مع مراعاة مقاسات الحروف إذن إن رسالة المعلم رسالة شريفة لأنه يقوم على تنشئة جيل جديد إنه كأب لكل طفل من تلاميذه فالمعلم إنما يعمل في تشكيل عقول ناشئة إن رسالة المعلم أنا كنحاول نكتب لكم مقاس الحروف رسالة شريفة شريفة فاصلة لأنه يقوم على تنشئة جيل جديد إنه إنه كأب لكل طفل إنه كأب لكل طفل من من تلاميذه فالمعلم إنه إنه يعمل يعمل في تشكيل عقول الناشئة الى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة ترجمة نانسي قنقر